وفي ليلة الصفر قلت لها كل شيء كاترين بلاد كبيرة تشرق عليها الشمس ولا تغيب والناس عندنا لا يعرفون شيئا غير أن يتناسلوا إنهم كثيرون كثيرون جدا وكل يوم يزدادون إنهم ينامون ويتناسلون في الليل والنهار العائلة الصغيرة عشرة والناس يأكلون الخبز والزوان لأنهم لا يجدون شيئا آخر يأكلونه إنهم يبكون كثيرا يريدون أن يكفروا عن شيئ ما ويضحكون بعصبية وربما أصبحوا من الحزن مرضى وكذلك من الجوع أنت الآن ديك من توف الريش أجرب عجوز مفلس تساوي بنظر الحاج زبدي ذبابة لا تغضب فالدنيا دلاب ودلابك يا منصور عبد السلام لا يصعب هبط ذات يوم وانغرز في التراب استعملت مكر الثعالب لتخرجه ولكن الدلاب في مكانه لا يتزحزح أمس كان يركض أمامك مثل موظف التشريفات تفضل تفضل حلت علينا البركة أهلا وسهلا والله اشتقنا لك يا أستاذ منصور بعد فترة تحول الحاج الزهدي إلى معلم مدرسة أعور لا نستطيع المهم الآن أن تفتش عن عمل وبعد ذلك يمكن أن نبحث الأمر نعم ديك من توف الريش أعور لا تغضب أحلم تذكر يكفيك الحزن الذي عشعش في قلبك خلال السنين الثلاث الأخيرة أما قبل ذلك فقد عشت مثل إله صحيح أنك كنت إلها صغيرا لا تضق لك الأجراس ولا تقدم إليك الصلوات ولكن يكفي أنك لا أعرف لا لقد تصرفت بحماقة من أجل أفكار كنت مقتنعا بها ذات يوم ودفعت تمنا لذلك وما تزال تدفع وستبقى تدفع إلى أن يدفعك من ظهرك بقصوة لكي تدخل حديقة الصرو أو عندما تموت كاترين كاترين أضع يدي فوق فمي وأصرخ وأتذكر فيلم ذئاب الميناء ومارلون براندو يصرخ على حبيبته بهذه الطريقة ولكن بغضب وأحس بفرح لهذه الذكرى وانتظرنا تحت المطر أصفر أصفر لحنا راقصا كنا نحبه أنا وكاترين وقلنا لبعضنا في تلك الليلة التي سكرنا فيها أول مرة سيكون هذا اللحن نذاء بيننا أطلت كاترين بالنافذة المطبخ لوحت بيدها وقالت لحظة يا حبيبي كان وجه كاترين متوردا يضج بالشهوة ورغبة العطاء قلت لنفسي أنت محظوظ يا منصور أيها السقر الرماضي ولن تحمل الأرض رجلا محظوظا مثلك وقررت أن أنام معها تلك الليلة في تلك الليلة تحدثنا كثيرا عن الصحراء المترامية الأطراف والتي تضللها نجوم قريبة كأنها المصابح الملونة والشمس في النهار مثل النار تتساقط من السماء تنبع من الأرض تتفجر من كل مكان أما التنجو يا كاترين فلا نعرفه أبدا في بلادنا وبعد صمت قصير قلت لها أريد أن أفاجئها يمكن أن تنزلي إلى البحر خلال شهر شباط يا كاترين وبانفعال تقول لي منصور يجب أن أرى كل شيء سوف لا أمل أبدا من التطلع إلى النجوم طوال الليل وفي النهار سأنزلق مثل سمكة إلى مياه البحر وأظل هناك أسبح وأسبح حتى الليل وستحمل إلي الأكل ونأكل في البحر يا منصور وسوف تتعلمين لغتنا ولن تمر فترة حتى تصبحي مثل نساء بلادنا ولن يميزك أحد ونظل نرقص ونغني سوف أرقص في فياب شفافة أريد أن أخلص من هذا البرد القاسي بعد شهور قلت لها كاترين هل تعرفين كم تبلغ درجة الحرارة في بلادنا فصل الصيف؟ لا أعرف بالطب تبلغ المئة حرارة قاسية جدا قد لا تتحملينها لا تخف أتحمل الجحيم ولا أريد بعد الآن هذا الثلج اللعين ولكن الحرارة لا تحتمل لو كانت فوق المئة سأتحملها تقولين ذلك سوف ترى بعينيك ولن تستطيع أن ترقصي كما تشاءين لماذا لا أستطيع؟ سيكون لدي وقت كاف المهم الآن أن أنهي دراستي وبعدها سأكون حرة ولكن الأمر ليس سهلا ليست بلادنا مثل بلادكم ماذا تقصد؟ الناس عندنا لا يرقصون إلا في المناسبات وفي هذه المناسبات يرقصون بشكل وحشي تماما مثل الغجر ولكن أريد أن أرقص متى أشاء وبالطريقة التي تعلمتها الحياة عندنا تختلف كثيرا عن الحياة هنا ولكنك تشبهني في كل شيء يا منصور في الأكل والرقص والموسيقى تعودت على حياتكم أصبحت واحدا منكم وهل الناس في بلادكم يختلفون عنك؟ كثيرا كثيرا بأي شيء لقد نعسي يا كاترين ألا نذهب لننام؟ ذات يوم كنت أشعر بالكآبة تسيطر علي قلت لكاترين مثل ذيك عجوز ينفض ريشه في الشمس أنتم في نهاية الحضارة وتسأمون ماذا نقول نحن؟ الأشياء التي تكرهينها نشتاق إليها في بلادنا نموت من أجل أن تكون والأشياء التي لا نحبها تتلهفين لكي تريها أصبحت تتكلم بشكل مختلف عن السابق يا منصور كنت أعرض لك اللوحات المشرقة المغرية وتلك التي كنت أرغب أن تكون كنت إذن تكذب؟ لم أقول الحقيقة كلها كنت تكذب علي لم أكذب عليك حرفا واحدا ولكن لم أقول لك كل ما أعرف لا أفهمك يا منصور أنت تحيرني ربما كان هذا هو الفرق بيننا ولكن لست أفهم الاختلاف بين حياتنا وحياتكم ألا تأكلون مثلنا؟ ألا تنجبون الأولاد؟ وتعملون وترقصون؟ نفعل هذا كله ونفعل أشياء أخرى أيضا زيادة على ما نفعل؟ نعم أي شيء مثلا نكذب نؤجل أعمال اليوم إلى الغد نضرب زوجاتنا ننام بعد الظهر نطيع القوادين والصماصر والمشعوذين ولكن لماذا تكذبون يا منصور؟ الكذب ملح الرجال إنك تحيرني كثيرا لنترك الأمر يا كاترين إن الحديث عن بلادي يولد في نفسي حزنا مبكرا اولد الحزن؟ أتصور أن الإنسان حين يتحدث عن وطنه يتحدث عن الرغبة والحنين أنا عكس ذلك لا تحب بلادك؟ أحبها كثيرا لماذا تفكر بهذا الشكل إذن؟ لأن حياتنا تافهة وتحتاج إلى أن تدمر أن تحرق أنت تحب السياسة أليس كذلك؟ لا أعرف ماذا أحب ولكن أعرف ماذا أكره أكره طريقة الحياة والعلاقات في بلادنا ولن تزول هذه إلا بطورة تحرق كل شيء إذن أنت تحب السياسة وغارق فيها قلت لك لا أعرف أي شيء أحب ولكن لو استطعت لما تركت حجرا على حجر أنت دموي حاقب لا أحب الضماء أبدا ولكن ماذا نفعل إذا كان يريدون لنا أن نظل إلى الأبد في المزابل وتحت الأحذية؟ تأكد يا منصور أنني لم أكن أجهل ما تتكلم عنه مثل ما الأمر الآن منذ أول الليل وأنت تتحدث عن أمور غامضة الدماء المزابل ولا أعرف أي شيء آخر أنا لا أفهم ما تقوله كاترين نحن عالمان التقينا بالصدفة وبعد قليل سوف نفترق إن لقاء مثل هذا لا يمكن أن يستمر مهما حاولنا ولا تتعب نفسك كثيرا ليس لأني لا أريدك ولكن لأن لقاء مثل الذي تحلمين به سيكون قصيرا وفاجعا نحن كما قلت لك عالمان عالمان تقاطع في نقطة ولكن الضواران السريع للأشياء منعنا من أن نحس بهذا التقاطع أريد أن أسألك سؤالا صغيرا هل أنت مستعدة أن تجيبين عليه يا كاترين؟ اسأل هل تؤمنين بكروية الأرض؟ هل هذا السؤال جدي؟ في منتهى الجد الجواب بديهي أقصد الأرض كروية ولا يمكن للإنسان أن يشك في ذلك لحظة واحدة كروية الأرض بالنسبة لي تجيب على سؤالين آخرين تجيب على الضواران المستمر رغم أن الإنسان لا يحس به ولكن لا يستطيع أن ينفيه أيضا وهذا يمثل لقاء عالمين أما السؤال الثاني فهو أن ما تفترضينه بديهيا والأطفال في المدارس يرددونه مثل ما يرددون أسماءهم ولا يعرفون شيئا غيره إن هذا مضار خلاف كبير في بلادنا منذ الأزل وحتى الآن آسف يا منصور إني لا أفهم ما تقول لا أستطيع أن أوضح أكثر من ذلك ولكن ابتدأنا بشيء وانتهينا بشيء آخر أين ابتدأنا وأين نحن الآن من فرض سرعة الضواران أصبت بالضوار فلم أعرف أين ابتدأنا وأين انتهينا يمكننا أن نحد من السرعة أن نقف وأقول لك من جديد ما أفكر فيه وما أستطيعه إن كنت تستطيع بعد حفلة الضوار هذه فأنت عبقري لأني لست عبقريا أستطيع أن أقول لك في حياة كلها لم تقابلني مثل هذه التعقيدات ولم أسمع لغة مثل التي أسمعها اليوم منصور أنت تفتعل الغموض وتتكلم بلغة لا تناسب دراستك أنت تتكلم مثل البحارة وقطاع الطرق كاترين حبيبة كاترين أنا قاطع طريق أنا بحار تائه ولكن يجب أن تتعرى الأشياء أن يزول الوهم وبعدها يمكن أن نتحدث يمكن أن نقضي وقتا ممتعا وغدا عندما نفترقه نشد على أيدي بعضنا ونحن لهذا الفراق ولكن لا نستطيع أن نفعل شيئا آخر ولو فعلنا لكن حمقى أتفهمين الآن ما أريد أن أقوله؟ أيضا لا أفهم كاترين أيتها الصغيرة المحبوبة ليس عندي كلمات ولكن يجب أن تعرفي أننا من عالمين مختلفين التقينا في نقطة ولكن كل عالم منا سيواصل رحلته سيظل يمشي إلى آخر الدنيا إلى آخر الحياة دون أن نلتقي مرة أخرى كفى الآن لا أريد أن أسمع أكثر من ذلك هل غضبت يا حبيبتي؟ أنا أحبك يا كاترين ومنذ الأيام الأولى راودتني أفكار رائعة كنت أتصور أنك المرأة الوحيدة التي أبحث عنها ولكن عندما أفكر بذلك الشبح الذي يسمونه الوطن أقتنع تماما أنك آخر امرأة يمكن أن تصلح لي لا أريد أن أكون متشائما أو قاسيا ولكن أقول الكلمات ببساطة أنت لا تصلحين لأن تذهبي معي مهما حاولتي أن تقول الآن وأنا لا أستطيع أن أبقى هنا لأن علي واجبات هناك بعد تلك الليلة سلكت سلوكا مختلفا مع كاترين أصبحت أقل رغبة بلقائها وقلت لها ذات مرة أني حزين لدرجة المرض وقد نصحتني أن أراجع الطبيب ولكن لم أفعل وفي ليلة الصفر قلت لها كل شيء كاترين بلاد كبيرة تشرق عليها الشمس ولا تغيب والناس عندنا لا يعرفون شيئا غير أن يتناسلوا إنهم كثيرون كثيرون جدا وكل يوم يزدادون إنهم ينامون ويتناسلون في الليل والنهار العائلة الصغيرة عشرة والناس يأكلون الخبز والزوان لأنهم لا يجدون شيئا آخر يأكلونه إنهم يبكون كثيرا يريدون أن يكفروا عن شيئ ما ويضحكون بعصبية وربما أصبحوا من الحزن مرضى وكذلك من الجوع إذا جاءت لأحدهم رسالة حملها مسيرة يوم ليقرأها له رجل دجال يضع على رأسه لفة وهذا الرجل الذي يترنم بقراءتها يأخذ مقابلا لذلك دجاجة وعشرة أرغفة خبز وربما تزوج ابنة صاحب الرسالة التي لا يزيد عمرها عن 11 سنة وتكون هذه الزوجة العاشرة بعد تسع زوجات مات منهن أربع أو خمس أثناء الولادة والأخريات يجلسن في الزوايا يفرقنا الأرجل ويسبحن والملوك عندنا يا كاترين لا يشبهون ملوككم أبدا كل رجل عندنا ملك والممالك صغيرة لدرجة أنها متجاورة ومتراسة مثل مراحيل المقاهي والفنادق وهؤلاء الملوك الصغار يضربون زوجاتهم يشدون شعورهم ويصرخون في وجوه الأطفال ويجبرونهم على أن يناموا جيعا لأنهم قدموا الأكل لضيوف المتخمين أما إذا التقوا بالملوك الذين هم أكبر منهم فإنهم يجدون على الأرض ويقبلون التراب تحت أرجلهم ويفعلون أي شيء من أجل ابتسامة صغيرة والملوك الكبار يسجدون للذين أكبر منهم حتى يصل الأمر أن جميع الملوك يسجدون لملك واحد وهذا الملك الكبير لا يعرف القراءة والكتابة له زوجات أكثر من جميع الملوك الآخرين له مئة زوجة من جميع أنحاء الأرض وربما كانت له زوجة بلجيكية وقد يكون اسمها كاترين لا تغضبي فأنا لا أقول سوى الحقيقة وهذا الملك الذي أتحدث عنه قصير ممتلئ له كرش يعادل بيردورا الذي كسب رهان البيرا في السنة الماضية يأكل كثيرا وينام بعد أن يأكل مباشرة ينام عندما تميل الشمس نحو المغيب ويظل نائما حتى يحين وقت العشاء وهذا الملك قاسم لدرجة أن الشرر يتطاير من عينيه دائما وكل يوم يقتل مئات الناس نعم يقتلهم تماما يقطع أيديهم ورؤوسهم ويجلدهم في الميدان الكبير ويسرق كل قمحة تنبت في أي شبر من الأرض ويلقي للناس الفتات والناس يهزون رؤوسهم شكرا واعترافا بالجميل أكثر مما يفعل الكاردينال إدوار وبعد ذلك إن تكلمت معك تقولين أنت تعمل في السياسة لا أريد أن أحزنك يا كاثرين ولكن كل شيء في بلادنا مقلوب على رأسه ويريد أنبياء من أجل أن يوقفوه على قدمي وهؤلاء الأنبياء ليسوا موجودين ولكن كل رجل يجب أن يحاول نعم أن يحاول لعله يكون نبيا نحن نحتاج إلى آلاف الأنبياء ولا يوجد منهم أحد في الوقت الحاضر كل الذين يصرخون الآن دجالون يريدون أن يتقاضوا ثمنا لصراخهم بعد أن تعبت سألتها هل فهمت شيئا يا كاثرين؟ كنت قبل أن تتحدث أفهم أكثر مما أفهم الآن أنا الذي أخطأ نعم أخطأت منذ البداية كان يجب أن أقول لك كل شيء وبطريقة سهلة ولكن تصورت الأمور أقل تعقيدا حتى سقطت في النقطة الخطرة النقطة الخطرة؟ النقطة الصعبة النقطة التي لا يمكن أن يخرج منها الإنسان سالما لقد أحببتك يا كاثرين لدرجة الجنون وأنا الآن أنتزع نفسي من هذا الحب قل لي أشياء حلوة قبل أن تسافر أحلى شيء يمكن أن أقوله لك هو أني سأسافر سوف تتحررين من هذا الكابوس الذي ظل يلاحقك أربع سنين أربع سنين؟ تقصد علاقتنا؟ بالضبط علاقتنا تخطأ كثيرا لو لم أكن سعيدة بهذه العلاقة لما تركتها تمتد يوما واحدا وأعتقد أنك لا تنكر ذلك لا لا أنكر ولكن لأن علاقتنا كانت بهذا الجنون والآن سنفترق فيجب أن تتصوري أي آلام يمكن أن تسبب لي لقد اتفقنا قبل الآن أن نظل أصدقاء أن تكتب لي عن كل شيء عن حياتك الجديدة وأفكارك وأحلامك سأكتب لك ولكن بعد شهور سوف أتوقف لماذا؟ لأني لا أستطيع أن أستمر لا تستطيع أو لا تريد لا أعرف لماذا لا تعرف؟ بدأت تعذبني من جديد وكأنك تلتد بعذابي ماذا يمنعك أن تكتب رسالة كل شهر؟ سأنزل تحت الأرض نعم سأنزل تحت الأرض لأوهم نفسي أني أعمل شيئا تنزل تحت الأرض؟ نعم قد لا يتوفر لعمل قد أسجن ألاف الاحتمالات في بلاد الملوك غير المتوجين كأنك تفتش عن المتاعد تريد أن تعذب نفسك تكفيرا عن الخطيئة التي تمارسها الآن؟ لا أريد أن أكفر عن شيء ولكن في الوطن البعيد رسالة كل شهر حتى الرسالة قد لا أستطيع أن آفي بها لكن أعذك أن أحاول يكفيني هذا الوعد والمستقبل كما اتفقنا؟ على أي شيء اتفقنا؟ لقد نسيت أتريد أن تؤلمني؟ ثقي أنني أتألم من أجلك يا كاترين دع كاترين سوف تفعل الشيء المناسب ولكن أشعر أني أخطأت كثيرا منذ البداية لم تخطئ لم نتفق على شيء وها أنت تساثر الأهم ولكن للمرة الألف أقول لك إذا عدت يوما أي يوم سوف تجد كاترين التي تعرف سأحاول كثيرا من أجل أن لا تغير ستجد صدرا دافئا وقلبا ينبض بتلك الذكريات العزيزة والتي أعتبرها الشيء الوحيد الذي كسبته خلال السنوات الأربع إذا عدت إلى هنا يوما فليس لي سواكي وهل تظن أنك ستأتي؟ لا أعرف إذا ضللت حيا فسوف أحن إلى هذه الأرض وسأحن إليك أكثر وقد آتي يجب أن تحاول الكثير من أجل أن تأتي لا تخافي ولكن شرط الوحيد أن أظل حيا أعرف يا منصور أن الموت لا يأتون قد لا أموت ولكن دعنا من هذا الآن مثل ما اتفقنا أحسن سوف نظل نشرب حتى الرابع من بعد ظهر الغد موعد قطارك قطار الموت وشربنا وآخر شيء أتذكره طيف كاترين وهو يقودني إلى القطار كنت أسمع أصوات طبول وكنت أرى أضواء ملونة وأتذكر أن شيئا ساخنا على صدري وأنا أقدم تذكرة القطار إلى رجل يرتدي بدلة زرقاء طلبها مني وبعد ذلك نمت كنت يا منصور ديكا مع كاترين كنت ديكا يلبس طربوشا وجوارب سوداء ويمر على شواربه بأبهة ملك شرقي لم يكن ينقصك سوى وردة تضعها في عروة السطرة لقد رأيت إلياس نخل يضع عرقا أخضر في عروة سطرته أنت أكبر منه أطول بقدم يجب أن تضع وردة وردة سوداء فاحمة وتتقدم خطوة كبيرة باتجاه الحاج زهد الصناديقي وتقول له أنا منصور عبد السلام رجل ليس كالرجال يجب أن تعرف يا حاج أني أشرفك كثيرا عندما أطلب يد ابنتك نحن عائلة لا تنجب إلا العمالق والأفذاذ صحيح أنك لم ترى أبي ولكن ليس في هذه المدينة أحد إلا ويعرفه كان أحمد عبد السلام ملء الأسماع والأبصار وكان كبيرا في حياته ومماته وأنا منصور عبد السلام أستاذ الجامعة أحمل شهادة عالية وأخطو أول خطواتي في طريق العظم أريد ابنتك يا حاج زهدي ويبتسم الحاج وقد امتلأ فرحا وزهوا إنه يناسب العظم والمجد إن ابنته تليق بهذا الرجل العظيم وخلال فترة قصيرة ينتهي كل شيء يتزوج منصور ويبدأ يزحف باتجاه المستقبل الذي يفتح صدره للرجال الكبار الوردة السوداء هي التي كانت تنقصك يا منصور لو وضعتها في عروة سطرتك لكنت الآن ملكا ولكن الحاج زهدي لم يرك إلا فأرا صغيرا تقفز عن المقعد وكأن نارا تكويك لم يكن ينظر إليك في المرة الأخيرة مثل ما كان يفعل من قبل ماذا حصل؟ من الذي تغير؟ لا تتعب نفسك كثيرا المهم أن تفهم القوانين إذا فهمتها جيدا تستطيع أن تحل أصعب المسائل أما إذا لم تفهمها فلا تتعب لا تحاول وحتى لو حاولت فإن النتيجة معروفة سلفا خلال الشهر الأول أرسلت لها ثلاث رسائل قلت لها الكثير عن الرحلة والوطن والذكريات وقلت لها أحبك يا كاترين وفي الشهر الثاني أرسلت ثلاث رسائل وبطاقة وبعدها توقفت لأمور ترأت وتلقيت منها وبانتظام ثلاث رسائل كل شهر كانت رسائلها حزينة قالت في إحدى هذه الرسائل أنها لن تذهب إلى البحر في هذه السنة استغربت ذلك كثيرا رغم أنني اتفقت معها على أن تذهب وأن أبعث لها الرسائل على عنوان كتبته لي وقالت في رسالة أخرى أنها قرأت مؤخرا رسائل تشيخوف وتريد أن تترجمها ولن تستطيع أن تسافر وقالت في رسالة غيرها أنها ستعمل كثيرا من أجل أن تأتي لزيارتي في الربيع القادم بعد فترة كتبت لها يجب أن تفكري بشكل آخر يا كاترين اذهبي إلى البحر ترجم رسائل تشيخوف افعل أي شيء سوى أن تأتي لزيارتي لن أستطيع أن أستقبلك لأني بعد فترة قصيرة سأكون جنديا سوف أقوم بأداء خدمة العسكرية وفي ختام الرسالة قلت كوني واقعي يا كاترين منصور أبعد مما تتصورين بعيد إلى درجة أنه نفسه لا يعرف أين أصبح وقلت لها أحبك أكثر من قبل يا كاترين ويتوقف الآن منصور لا يريد أن يكتب كلمة واحدة مات منصور؟ نعم مات تماما بعض أصدقائه انتحروا وآخرون قتلوا أما الذين بقوا أحياء فإنهم الآن يحسبون أيام الشهر ليقبضوا راتبا ومهددون كل لحظة أن ينتقلوا بسيارة الإسعاف إلى حضيقة الصرو أو إلى المقابر لأنهم اكتسبوا عادات ذميمة لا يمكن أن تلائم الحياة في المرحلة الراهنة أما لماذا مات منصور ومتى فلا أحد من الأحياء يعرف السبب على وجه التحديد اختلفت الروايات حول موته كثيرا قال بعض الناس أنه عطش ومات وقال ناس آخرون أن الحزن الذي أحسه وهو يخدم العسكرية جعله لا يطيق شيئا فشرب سما ومات ويقول أناس غيرهم أن منصورا شهد حربا وهو يؤدي خدمته الإلزامية وقد أظهر من الجبن والضعف ما دفع قائده لأن يقتله ولقد قال القائد وهو يطلق عليه النار مت أيها الكلب إن جبنك يهزم أكبر جيش وأطلق عليه ثلاث رصاصات استقرت واحدة في رقبته من الخلف وهي التي تسببت بالوفا كما ذكر في تقرير طبيب الوحدة وما دام منصور ميتا فإنه لا يستطيع أن يتكلم ولا أحد في النهاية يستطيع أن يجزم بشي حول أسباب الوفاء لكن في وقت من الأوقات راجت إشاعة قوية أن منصور رغم موته بعث من جديد وتستمر الإشاعة فتقول أن منصور الذي يعيش الآن يختلف كثيرا عن ذلك الذي مات رغم وجود ملامح مشتركة بين الاثنين أما الذي يسافر في القطار فإنه يشبه الضيك المنتوف وينبغي أن يكون قد عرف منصور الأول أو التق به والأمر من الغموض والالتباس بحيث تتداخل الصور لدرجة يصعب معرفة الحقيقة من الخيال فإن المسافر الذي يجلس في الدرجة الثانية يتذكر أنه تعرف أثناء دراسته في بلجيكا على امرأة اسمها كاترين ويتذكر مرة أنه تلقى منها رسالة حزينة وقد قالت له في تلك الرسالة انتظرت يا منصور ثلاث سنين انتظرت رغم أنك لم تكتب وفي الفترة الأخيرة تعرفت على زميل في العمل وقررنا أن نتزوج لقد حدثته عنك طويلا حتى أصبح الآن يشتاق إليك ويود أن يتعرف بأقصى سرعة على المسيو منصور الجندية الطلقة التي أصابت منصور الهزيمة شيء آخر لا يعرف أبدا هو الذي جعل رجلا يقول لامرأة بعيدة بعيدة جدا أحبك أكثر من قبل يا كاترين الإنسان أحمق هذه صفة لازمة تتكرر بلا توقف وربما يتناقلها جيل عن جيل بالوراثة أما لماذا قال منصور لكاترين أحبك أكثر من قبل فلا أحد يعرف ربما كانت نزوة أو لحظة من لحظات الكآبة الثقيلة إذ كان منصور في ذلك الوقت قد استقر بعد أن خدم العسكرية وبدأت ذاكرته تعود إليه تدريجيا شفي من الشضية التي أصابته في مؤخرة رأسه ولكن رغم أن الجرحا دمل فإن جرحا آخر في قلبه قد أخذ ينز بدم أسود كان ينز أن يقطر كل يوم دون توقف ولم يجد دواء لهذا الجرح سمع بقصص أصدقائه الذين انتحروا بعد الهزيمة سمع بقصص الذين ذهبوا لحديقة السرو العالية وسمع بقصص الذين انتفخت بطونهم وأصبحوا مثل الضفادع بطون كبير ورؤوس تضمر وتضمر كل يوم وقرر منصور عبد السلام أن يتزوج تخلصا من العذاب والكوابيس التي تطارده في الليل ومن الأفكار السوداء التي تسيطر عليه في النهار نحن يا أستاذ منصور نعرف أن هذه العادات قديمة ويجب أن تزول لكن ماذا نستطيع أن نقول لمعارفنا وأقربائنا المهم يحاج أن يكون كل شيء بسيطا وعمليا ثم أن المرأة ليست سلعة يساوم عليها ولكن أختها كان مهر أختها أكثر من ذلك بكثير زوج أختها ثري أما أنا فلا أملك سوى الراتب وأعتقد أن التفاهم أساس كل شيء قد يدفع الإنسان ولكن في النهاية يعتبر أن ما دفعه يسمح له أن يفعل ما يشاء أنا لا أستطيع أختها تزوجت قبل سنة وأنا لا أستطيع لا أدفع أكثر مما قلت لك على أقل تقدير ضعف المبلغ وأنا أدفع الباقي بصراحة ليس معي لو كان معي لما ترددت لحظة واحدة يمكن أن تؤمن المبلغ استدن من أصدقائك من معارفك وغير ذلك آسف أعتقد أننا تساهلنا أكثر مما يجب ولولا ثقتنا بأخلاقك ومعرفتنا بك لما تحدثنا في الموضوع يا أستاذ منصور أولاً وقبل كل شيء الأخلاق نعم الأخلاق لنؤجل كل شيء الآن واترك لي فرصة لأفكر القضية بسيطة ولا تستوجب التفكير والاختلاف كما ترى يا حاج والله يا أستاذ منصور المال ليس مهماً المال يأتي ويروح المهم الأخلاق والسمعة الحسنة وأنت ولله الحمد منصور عبد السلام على عيننا ورأسنا شكراً هذا من فضلكم الأخلاق الأخلاق أستاذ منصور وبعد شهور وعلى نفس المقعد جلست قال للحاج زهدي الصناديقي المهر مثل أختها والموضوع الآن اختلف عن السابق كنت موظفاً أستاذاً في الجامعة أما الآن وسكت لم يضف كلمة واحدة يا حاج أنت تقدر أكثر من غيرك الأوضاع الراهنة مؤقتة صحيح أنني سرحت من الجامعة ولكن فرص العمل ما تزال كثيرة وإذا تعذر علي العمل هنا أسافر تسافر؟ لا نزوج ابنتنا على سفر وماذا في ذلك؟ الأفضل أن نؤجل الموضوع الآن لماذا؟ لا حاجة لأن ثم أن الزواج يحتاج إلى مال هل تملك شيئاً؟ في الوقت الحاضر لا ولكن الزواج يحتاج إلى مال وغداً الأولاد لنترك الزواج الآن المهم أن تفتش عن عمل لا أشترط أن يتم الزواج فوراً المهم الآن الخطبة وكيف ستتزوج؟ نؤجل الزواج والله الأفضل أن نؤجل كل شيء إلى متى؟ إلى أن يشاء الله حتى يتغير وضعك وإذا طال الأمر لكل حادث حديث ماذا تقصد؟ لا أقصد شيئاً ولكن كما قلت لك الزواج يحتاج للمال وبعد ذلك البيت والأولاد أنت تعرف كل هذه الأشياء المهم أن تتم الخطبة المهم العمل وبعد ذلك نتحدث عن الزواج وانتهى الأمر تزوجت سهان بعد أربعة أشهر من تركي للعمل جاء مهندس وتزوجها وصافرت معه والأخلاق يا حاج زهدي الأخلاق الأخلاق أهم من كل شيء يا أستاذ منصور وتزلزل الدنيا تحت قدمي وأشعر أن كل شيء كاذب حتى عندما يذكر الإنسان اسمه لو كنت أضع وردة سوداء في عروة السطرة لقلت للحاج أنا منصور عبد السلام أشرفك كثيراً إذا تزوجت ابنتك وإذا لم يبتسم فسوف أبسق في وجهه وأخرج أما كيف قضيت الوقت الباقي وكيف خرجت فلا بقعد أتذكر شيئاً سوى أنني سفحت فنجان القهوة على بدلة الرمادية الجديدة ووقعت في بركة ماء صغيرة خلفها المطر الذي انهمر بعد ظهر ذلك اليوم لقد جعلني ذلك المطر أتشاءم كثيراً وأنا أتجه إلى بيت الحاج زهد الصنادقي من أجل أن أتزوج ابنته ترجمة نانسي قنقر